استنكر المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جناف السفير ناصر الهين استنكر اليوم الصمت الدولي إزاء الجرائم التي يرتكبها لاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني محذرا من أن هذا الصمت يرتقي إلى مستوى التواطئ في حال عدم اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف الانتهاكات نعم وحذر السفير الهين في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والخمسين حذر من أن استمرار الإفلات من العقاب والتغاضي عن هذه الانتهاكات يقوضان احترام القانون الدولي ويضعفان مصداقية المؤسسات الدولية قبيل الذكرى الأولى لبداية العدوان الإسرائيلي على غزة ناقش مجلس حقوق الإنسان الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وجرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين الدول المشاركة في هذه الجلسة الخاصة أكدوا على أن جرائم الاحتلال لا يمكن أن تمر دون عقاب ودعوا لفرض عقوبات على دولة الاحتلال ومنع تصدير الأسلحة إليها نحن نتابع ما يجري الآن في فلسطين وينتقل ونحذر ونحذرنا أن ما يجري في لبنان هو نفس ما حصل مع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة الأمور تتصاعد لكننا نحاول أن نحذر من اتساع هذا الأمر وبضرورة التزام القانون وعدم استهداف المدنيين أن تلاحظوا الآن أن الضمار ضد البناء التحتية في لبنان ضد المدنيين الأطفال والنساء واستخدم أبشع أشكال التصفية من خلال التقنيات الاتصالات والتلفان سفير دولة الكويت سأل عن دور مجلس حقوق الإنسان وعن قيم العدالة في ظل ما يرتكبه الاحتلال في غزة عن أي حقوق إنسان نتحدث اليوم ونحن نشهد جملة انتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل تعذيب الأسرة وتكميم الأفواه لكل المناصرين السلميين وترهيب كل صوت مؤيد بوصمة بمعادات السامية والوقت والقتل المتعمد للمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية من المؤسف رغم كل هذه الجرائم التي تقوم بها قوة مارقة على القانون الدولي وتوسع عدوانها السافر على لبنان نجد هناك محاولات لتغيير الرواية الحقيقية وتبرئة الجنات من المسئولية مما يشجعهم على تجاهل كل الإدانات الدولية وقرارات من السلام مندوب دولة الكويت أكد على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية لإطلاق تحالف دولي جديد يعزز حل الدولتين كخطوة نحو السلام الدائم وحذر من أن النهج الذي تتبعه حكومة الاحتلال قد يؤدي إلى حرب إقليمية على ضوء الاعتداءات الأخيرة على لبنان مجموعة الدول العربية أكدت أن إسرائيل حطمت أرقاماً قياسية في انتهاكاتها للقانون الدولي واتفاقية جناف الرابعة المحنية بحماية المدنيين فيما رأى الدولة الكويت أن الحل السياسي يبقى السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات في المنطقة من مقر الأمم المتحدة في جناف دين أبي صعب قناة الأخبار